في كل عام من شهر أكتوبر يعتبر هذا الشهر هو شهر للتوعية بالطراب الـ ADHD وبودكاست إشراق الذي يسعى إلى أن يقدم معرفة هي بداية الحل يبدأ هذه الحلقات مع الدكتور محمد الحاجي وهو متخصص واسع الاطلاع في المجالات السلوكية والصحية والاجتماعية كذلك حاصل على بقلوريس في علوم الصحية والماجستير في الصحة العامة والـ ADHD أو شهات الدكتوراه في الدراسات السلوكية طبعا الجميع يعرف الدكتور محمد الحاجي من نشاطه العلم الكبير خلال السنوات الماضية طوال سنوات ابتعاثه لعل السنتين هذه والسنة ونصف شهدت عودته ومع هذه العودة الدكتور محمد دائما ما كان حريص على أنه يكون مقدما لمثل هذه المواضيع فحلنا اليوم دكتور محمد أولا نحييك أهلا وسهلا حياة كفر حسين وأرجو أن هذا اللقاء يكون بداية لتقديم معرفة هي بداية الحل سواء للمشخصين بالطراب بالـ ADHD أو حتى عوائلهم ومعرفة هذا الأمر في البداية الدكتور محمد يمكن فيه قصة طريفة أنا بدي أذكرها أحد الزملاء كان جوسين تعشو كان يصرف لي عن صديقة يقول أنه هذا صديقي أنه ذكي جدا ذكي جدا يقول هذا أذكى واحد معنا في الشقة كانوا بتهاد الشخص لكن يمكنه بشقة واحدة يقول هذا ذكي جدا وأذكاره في الشقة ولكنه ما يقدر يذاكر يواجه صعوبة جدا أنه يقدر يذاكر لما نبغى نشوف فيلم مع بعض ما يقدر يكمل فيلم معنا عنده مشكلة في ترتيب أولوياته في ترتيب وقته وعنده مشكلة أيضا في فهم بعض الأشياء اللي تصير له مثلا استيعاب حتى مثلا أنه يفوت الأشياء فلما قال لي هذه الأمور قلت له شوف ممكن يكون عنده أي تشتيب مرت لي مرت الدنيا بعد شهر أو شهرين قابلت هذا الصديق قلت له ما صار على خويك قال لي راح وشخص بهذا الابتراب ومباشرة تغيرت حياته 180 درجة بل أنه استوعب أنه لما كان صغير لما كان يستغل في المزرعة بعبوه استوعب أنه في بعض الأشياء اللي كان يسويها وينساها أو حتى أنه ما يقدر يؤديها كانت كلها بسبب شيء بسيط جدا قدر الآن يتعامل معه فهذا شيء أوقد في داخلي سؤال أنه هذا الشخص قدر يعرف هذا الابتراب لأنه في عصر تقدم علمي كم في شخص عبر التاريخ منذ أن بدأ التاريخ كان مصاب بالـ ADHD ولم يعرف ذلك فدكتور محمد إيش هو السياق التاريخي للاضطراب الـ ADHD بكل سرور شكرا لك فيصل ولجمعية إشراق على هذه السلسلة اللي أتمنى أن تكون مشرقة ومضيئة في حياة الأهالي وحياة المشخصين بالاضطراب سابقا يعني صدق أو لا تصدق وأعتقد أنه مشابه لبقية الاضطرابات اللي كانت تعتري الإنسان كانوا يعتقد أنه هو اضطراب ومرض يصيب الروح أنه يعني مرض ما كنا نفهمه سابقا فكانوا يشوفوا يعني سلوكيات غريبة على السكان خلنا نقول عوام الناس فكانوا يعزون هذا الاضطراب إلى أنه مرض روحي هذا تقريبا في القرون الوسطى وكان فيه كتاب كتاب طبي ألماني باللغة الألمانية هو أول من شرحها أو أول ما شرحها أشياء تشبه اللي نفهمها الآن في الاضطراب فكان شيء روحي بالألف وتسعمية تقريبا قبل مئة سنة فقط يعني لا صار لا تطورنا شوي ووصم هذا الاضطراب بأنه اضطراب أخلاقي لأن المشخصين به يعني كانوا ينعتون أنه ما يقدروا يتحكموا بأنفسهم عندهم انفلات أخلاقي اتهام اتهام كلها جهل كبقية فهمنا للاضطرابات كلها أمور نابعة من جهل لطبيعة الإنسان لكن لاحقا مع تقدم العلم وتقدم الدراسات الطولية والبحث المعمق لا قدرنا وهذا نتكلم بالألف وتسعمية وسبعين تقريبا يعني ما صار لخمسين سنة قدر المجتمع العلمي يفهم أنه لا هذا الضراب ينتج بسبب خلل عصبي بيولوجي يعني خلل في تركيبة الدماغ نفسها وليس لا يتعلق بالروح ولا يتعلق بالأخلاق لكن كبقية الاضطرابات هناك خلل تشريحي في الدماغ بعدين طبعا في الألف وتسعمية وتسعين قدرنا نعرف تقنية التصوير العصبي والوراثة الجزائية وعرفنا أن هناك مسببات جينية وراثية فخلاص فهمنا الآن الاضطراب بصورته الأكثر يعني شمولية بعيدا عن جهل الماضي يعني إذا كانت تتخيل أنه قبل خمسين سنة ما كانت فيه مائتين ورقة علمية فقط عن عن هذا الاضطراب الآن فيه أكثر من أربعمائة ألف بحث فقط عن الـ ADHD فتوسع فهمنا بشكل كبير جدا إذا دكتور محمد يعني مع فهمنا الآن التشريحي للـ ADHD فبلا شك أنه هناك اختلاف ما بين الدماغ الطبيعي والدماغ للمشخص أو دوي الـ ADHD فإيش كيف نقدر نعرف أو شيء الدماغ الطبيعي أنه الإنسان الطبيعي اللي غير مشخص بهذا الاضطراب جميل إحنا عندنا كبشر آخر شيء تشكل في دماغنا هو ما يعرف بالفصل الجبهي وهي القشرة الأمامية من الدماغ هذه القشرة الأمامية للدماغ مهمة جدا 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 في حياتنا اليومية هي المسؤولة عن وضع الخطط وحل المشكلات وعن تأجيل المكاسب السريعة هذه والنظر بعيدا بعيدة المدى يعني الأهداف بعيدة المدى هي القشرة المسؤولة عن الذاكرة القشرة المسؤولة عن التخطيط فهذه القشرة بطبيعتها الاعتيادية وهذه أعتقد ما تتطور في الإنسان لا أصلا بعد بلوغ سن معين بعد بلوغ سن 25 سنة تكتمل هذه القشرة الدماغية والمخية الذي يحدث لدى المشخصين بالضراب الـ ADHD أن نمو هذه المنطقة منكمش بنسبة الثلث تقريبا يعني كأن عندك جهاز أو مكنة الثلث منها معطل فبالتالي كل هذه الأمور اللي تكلمني عنها التخطيط حل المشكلات الانتباه التركيز التحكم بالعاطفة كلها هذه كأنه صار عليها يعني عطب هو أمر غير اختياري لا لا هو غير اختياري أنت تولد فيه أنت تولد فيه أنت تولد فيه ويعني أنت كشخص يكتسب بحالتين وهو الأكثر 70% من الحالات يعني 70 من كل مئة شخص مشخص بـ ADHD وراثة وراثة لا حول لك ولا قوة أنت ورثت أنت ورثت ولديك هذا لديك الجينات التي أعطبت لديك الفص الجبهي الثلاثين بالمئة من المشخصين عالميا يكون اكتسبوه إما في فترة الحمل أو في بداية الحياة عن طريق إصابة في الدماغ مثلا أو عن طريق سموم يعني مثلا أول كانت الكثير من المباني تصبغ بمادة الرصاص بعدين اكتشفنا أن الرصاص هذا في مرحلة النمو يسبب عطب كبير لدى الأطفال ونموهم فممكن القدامة الآن الحمد لله الكثير من الأنظمة واللواح تمنع استخدام الرصاص لكن موجود في ألعاب الأطفال بالمناسب بعض الألعاب التي تكون مسربة بشكل غير نظامي فبالتالي 30% من الحالات تكون اكتسبتها بعد الولادة أو أثناء الحمل لما الأم تصاب بالتهاب أو بتصاب بتسمم كذلك طيب أبو آدم الآن بما نحن عرفنا أنه فيه يوجد هذا الاختلاف الآن يمكن أحد أهم المراحل أنه نوصل إلى المعرفة اللي هي إن شاء الله أنها بداية للحل أنه نعرف المشخص أو المصاب بالADHD والشي أبرز السمات السلوكية والإدراكية اللي تظهر عليه اللي هو أصلا يقدر من خلالها أنه يستوعب هذا الأمر مثل ما تعرف أنا أعتقد شخصيا يمكن أنه أنه أحد أعظم الأمور اللي إنساني يدرس فيها هو استبصاره في نفسه قدرة أنه يبصر وقدرة أنه يحلل وقدرة ما إلى ذلك يعني حتى أحد الزملاء كان يعني طوال فترة طويلة جدا يمكن خمس إلى سبع سنوات وأعرفه شخصيا كان مشخص بإضطراب معين وهذا الطراب يطلب أنه أدوية وجلسات وبنى هويته كاملة حول هذا الاضطراب أنه مشخص بهذا الاضطراب اللي هو كان ثلاث القطب بعد فترة هذا الشخص غير الاستشاري اللي يروح له ولما راح السلح ثاني يطلع أنه اللي فيه هو ADHD غير أدويته وتخيط حياته جذريا واستوعب أنه السبع سنوات الماضية أصلا لأنه ما قدر يستبصر في نفسها واليوجود حتى ممكن التباس ما بين أعراض بعض الاضطرابات أنت أخبر أبو آدم فإيش هي العرض الأساسية للـ ADHD للواحد لما يشوفها يلاحظها يبدأ يعمل على الحصول على التشخيص المناسب طبعا هناك أخصائيين نفسيين ممكن يفيدون أكثر في هذا المجال ولكن بشكل عام هناك ثالوث يعرف بثالوث الـ ADHD المثلث فرط الحركة تشتت الانتباه والاندفاعية طبعا يجب التفريق هنا بين الأطفال والبالغين الأطفال هذا اللي نلحظ فيهم نلحظ فيهم فرط حركة وتشتت الانتباه تمام ولذلك سمية بهذا الاسم وهو اسم المضلل حقيقة للبالغين لأن البالغين لديهم حزمة من الأعراض المختلفة اللي ما نحن لاحظها في الأطفال يعني أنت مستحيل تلاحظ في الأطفال أنه عنده انعدام أو قل في مهارة التخطيط هو أصلا طفل لا يرجع منه مهارة التخطيط إذن إذن الأطفال يظهر عليهم الاضطراب بشكل والبالغين يظهر عليهم بشكل آخر نعم وهذا أعتقد جزء كبير من الالتباس في بعض البالغين يمكن تشفونا لأنه أعتقد أغلب العراض المشورة والعراض الموجودة عند الأطفال أيوة وسبب تسميته في هذا الاسم لأنه سابقا مثل ما قلت ما كنا نفهم الدماغ وكذا بس فسمي الاضطراب بأعراضه الظاهرة فقط أنه فرض حركة وتشتت انتباه لأن هذا السلوك اللي نشوفه تمام لكن لما قدرنا نصور الدماغ ونعرف القشرة الأمامية وكذا عرفنا أن الاضطراب يتعلق بأشياء كثيرة جدا ولا يعني لا تتم ملاحظها إلا لما تكون بالغ لأنه مجددا لما تكون أنت طفل لا أرجو منك مهارة إدارة الوقت صحيح فما أعتقد أنها خلل فيك لأيش طفولتك أنك ما تدير الوقت لكن لدى البالغين هي أحد أهم المشاكل مثلا فبالتالي لتلخيص الإجابة البالغين أو البالغون يعني لديهم حزمة من التحديات أهمها الاندفاعية وانعدام خلينا نقول ليس انعدام ولكن قلة ضبط العواطف تمام لأنه مركز إدارة العواطف الموشن رقليشن مثبت اللي هي القشرة الأمامية فبالتالي هو فاقد خلينا نقول الفرامل ما عنده البريك نفس اللي عند الآخرين فتلاقي عنده اندفاعية اندفاعية في السلوك وفي العواطف بل حتى في الأفكار تلاقي يندفع نحو أفكار معينة يعني مثلا ما وقف سيارة زين في الباركينج بشكل كذا تلاقي يندفع يلوم نفسه بشكل سريع ولا يندفع بلوم الآخرين يعني شي تسلسل غير متأمل فيه بينما ممكن أنت فيصل تقول الرصيف هنا ضيق فخلاص عندك قراءة للموضوع فعندك مسألة الاندفاع العاطفي والسلوكي عندك كذلك مشكلة الذاكرة العملية الذاكرة العملية هناك ذاكرتين عند الإنسان ذاكرة يسموها العملية وذاكرة بعيدة المدى بعيدة المدى هو لما فيصل يتذكر لما راح مع ابوه المزرعة لأنه كان في الثانوية تمام أشياء مخزنة مثل الكمبيوتر فيه أشياء مخزنة وفيه أشياء يتم تخزينها بشكل عجل وعشوائي فالمشخصين بهذا الاضطراب عندهم مشكلة في تذكر المهام الحالية ما عنده الذاكرة العملية هذه السريعة تمام فتلاقيه يتذكر أشياء قديمة لكن الأشياء اللي مثلا الآن عنده اجتماع فجأة ينسى أنه يحضر الدفتر معه ولا فجأة ينسى أنه يرسل إيميل يدعو الناس للاجتماع الذاكرة العملية هذه اللي هي أشبه بالرام في الكمبيوتر يسموها الرام كذلك هناك مشكلة فيه طبعا مثل ما قلنا وهي أهم أهم المشاكل مهارة التخطيط ووضع الأهداف وكذلك تحفيز النفسه تلاقيه هناك انعدام وضعف في التحفيز كيف يحفز الإنسان نفسه وكلها مرتبطة مجددا بالقشرة الأمامية والفصل الأمامي طبعا دكتور محمد يمكن المتابعين يشفون معين أوراق يمكن الشخص اللي يرتقي فيك ويعد معك محاور يعرف جيدا مدى اهتمامك بأنه كل أمر تقوله مدعم بأبحاث ما إلى ذلك لذلك أنا ودي أسألك سؤال يمكن مرتبط بتخصصك أكثر مثلا دكتور محمد يمكن أنت الجملة اللي دائما تشير إليها حتى في البايو جالك الخاصة باللهور المنظمات العامة كيف من الممكن أن المنظمات العامة وحتى المجتمع ككل يتعامل مع اضطراب الـ ADHD جميل شكرا سؤالك فيصل لأنه فعلا الاضطراب يتطلب تدخلات على مستويات عدة لأنه أنا أشوف أنه في مدرسة في مدرسة الحين عندنا في جامعة في حتى وظيفة بعد أو في حتى يعني والمسألة الآن أشوف أنها ملخبطة مثلا أنتم يجيك شخص الذكاء مرة مرتفع مثلا لأنك ممكن ما يقدر سلم المهام مثلا نعم نعم صحيح ففي عندك أكثر من مؤسسة عندك المدرسة عندك البيت عندك العائلة عندك المستشفى عندك المستواصف فهذه كلها مؤسسات مرتبطة بشكل كبير بالمساهمة بالتوعية وما إلى ذلك هذا يعني الكلام مهم جدا ويمكن على كل مستوى ممكن نفرد له موسم أو حلقة كاملة يعني مثلا على مستوى السياسات خلينا نقول على مستوى السياسات الجامعات والمدارس بل حتى الوظيفة هل هناك سياسات صديقة للمشخصين بهذا الاضطراب لأن لهم احتياجات خاصة لهم طريقة في أداء المهام تختلف عن بقية الموظفين فهل أنا كمنظومة كجامعة أستطيع أن أعطي بعض الأمور التي تساعد يعني مثلا في كثير من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية إذا أنت شخصت بهذا الاضطراب خلاص لك مسار خاص في مستوصف الجامعة يكون هو المسؤول عن تقييمك وصرف الدواء وغيرها من الأمور هل هذا موجود ما أعرف كذلك يعني مثل ما مثل ما تفضلت المعرفة بداية الحل وهذا شعار جمعية إشراء وأنا شوف شعار رائع جدا وعمل جبار من المؤسسة يعطيهم العافية لأنه مثل ما تفضلت صاحبك هذا اللي ما كان يعرف والآن عرف وبعد ما عرف تغير حياته عرف أبو آدم عقو ما وصل المعدلة إلى واحد يعني أصبحت هناك بعد خراب مالطة يعني فبالتالي كل ما قدرنا عبر المؤسسات أن نحن كذلك ننشر الوعي والمعرفة مثل المؤسسة والعمل اللي قاعدين نقوم فيه الآن كل ما قدرنا نسلح الآباء والأمهات بل حتى هناك كتب خاصة للأزواج وللأصدقاء كيف يستطيعون أن يقدمون أفضل حياة ممكنة لزميلهم أو صديقهم أو زوجهم المشخص بالـ لأنه تتطلب على قولة المثل الأفريقي تأخذ قرية كاملة لأن نبرز أفضل ما لدى الأشخاص من حولنا إذن دكتور محمد يمكن الآن دائما انتقلنا على مستوى المؤسسة دائما ننتقل إلى مستوى الفرد الآن الخطوة العملية للفرد أنه يسويها لما يشعر بهذه العراض هل يبدأ مباشرة أنه شخص نفسه خاصة في HD ويروح يسوي تدريبات دانية لا في طريقة منهجية أفضل في طريقة منهجية أفضل أولا أن يسعى للتشخيص أن يحصل على تشخيص من المراكز المعتمدة وأعتقد أنه جمعية إشراق تساعد في ربطك بالأخصائيين وتساعد في تقديم أفضل تشخيص ممكن لك فأولا لا تتحرك بدون تشخيص لأن هذا التشخيص هي البوابة نحو الحلول الأخرى تمام فالتشخيص أولا وأنا لا أعتقد أن التشخيص المفترض أن يكون مصدر موثوق يعني مثل ما تعرف الدكتور محمد أعتقد أن التشخيص يجب أن يكون من شخص وخبرة ومتخصص في المجال حتى يمكن أحيانا يكون تساهل من بعض التطبيقات التي تقدم الآن سترات مرة شائعة والتشخيص مثل كذا بعض هذه التطبيقات أبو آدم الآن أنا أشوفها من هذا رأي الشخص أنه صار فيها حتى صرف أدوية منذ ما تقابل واحد فما تعتقد أنه عملية التشخيص نفسها تكون متأنية جدا لأنه حتى الفرد يعني نفسه أنت لما تكون تقول أنك في ADHD هذا الموضوع مرتبط بأدوية بإلاجات مرتبط فلذلك أفضل الممارسات العالمية في تشخيص ADHD قد يستغرق تشخيص الشخص الواحد تقريبا ثلاثة أيام متكاملة من اللقاءات اللقاءات الشخصية مع الفرد ومقابلات مع أهله وكذلك مقابلات مع بيئة عمله يعني يكون فيه 360 درجة من التشخيص هذا مهم جدا لأنه شخصون خلال نص ساعة ذوله بوعدم يعني هذه طبعا الكارثة وين تجي مسألة السياسات أنه وش السياسات أصلا يعني السياسات تدخل في كل شيء فالتشخيص بلا شك متخصص وله باع في هذا الاضطراب ليس كل متخصص أو مختص يفهم في جميع الاضطرابات تخصص دقيق وله باع لأن يعني مثل ما قلت فهمنا كثيرا الآن في العلوم وقدرنا نفهم الاضطراب بشكل جيد فتحتاج مختص مواكب للتطورات العلمية مواكب لأنواع الأدوية الموجودة لأنه عندك أدوية محفزة عندك أدوية غير محفزة وكل دواء له استخدام خاص فبالتالي عملية التشخيص هي أهم 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 نقطة ثانيا عملية التعلم الذاتي أنك أنت أنت كشخص بعد ما شخصت تحاول أن تثقف نفسك قدر الإمكان عبرها عبر المدونات عبر الكتب عبر الموارد المتاحة لك لأن كل ما فهمت الاضطراب أكثر تفهم نفسك أكثر تفهم سلوكك أكثر يكون عندك استبصار مثل ما تفضلت أبو آدم تسمحني فيه نقطة ودي أرجع لها في أحد المرات يمكننا أن نتكلم الآن على مستوى مؤسساتي يجد البعض صعوبة كبيرة أنه مثلاً يراجع متخصص أو استشاري وما إلى ذلك فأجد أحياناً بشكل كبير أنه يتم النصح بمراجعة طبيب الأسرة طبيب الأسرة هو يستطيع توجيهك بشكل مباشر إلى ممكن هذا طبيب الأسرة يكون متوفر أكثر فنعتقد ممكن أنه هل تشوف أنه توجه إلى طبيب الأسرة في مرحلة التشخيص من ناحية سياساتية هل يعتبر أمر معمول به دولياً؟ نعم نعم يعني مثلاً إذا أخذنا النظام البريطاني مثلاً طبيب الأسرة هو بوابتك للنظام الصحي كاملاً فبالتالي طبيب الأسرة هنا يأتي عبء آخر على المنظوم أنه هل طبيب الأسرة عندنا لديه الكفاءة والمهارة بأن يشخص الاكتئاب القلاق الـ ADHD السكر الضغط هل هو مسلح بهذه المعرفة؟ إذا أنت تثق في طبيب الأسرة نعم اذهب له لأنه ممكن يكون بوابتك للنظام الصحي لكن هل هو يستطيع أن يشخص بشكل دقيق أنا أشوف أنه هناك أخصائيين متخصصين في الـ ADHD عظيم جداً إذن يمكن نخلجي الآن إلى مربط الفرس في هذه الحلقة عندما نتحدث الآن أنه شخص شخص باضطراب الـ ADHD وبدأ الكورسات العلاجية الخاصة بالـ ADHD التي تعتبر جزء طبيعي من هذا من التعامل مع هذا الاضطراب طبعاً نجي الآن المسألة الأشياء السلوكية التي يمكن أن يسويها أبو آدم بحيث أنه يتعامل مع هذا الاضطراب وش أبرز النقاط أو لو قلنا مثلاً وش هي الوصفة طبعاً ليست وصفة سحرية ما هناك وصفات سحرية في هذا العالم للأسف فوش الوصفة أو الخطوات التي الشخص يقدر يتعامل فيها مع هذا الاضطراب جميل وأعتقد أن تركيزنا يجب أن ينصب على هذا الموضوع لأننا نحتاج أن نسلح المستمعين والمشاهدين خاصة المشخصين بالاضطراب بمهارات عملية يأخذونها معهم في الحياة اليومية في الشارع في المنزل في العمل فبالتالي ممكن اللي يذكر الآن على بعض قد يعتقد أنه بديه ولا يعتقد أنه سخيف لكن بناء على البراهين العلمية التي راجعتها كثيراً وهذه هي الأمور التي تصنع الفارق يعني خلينا مثلاً مثال مثال وحامشي عليها بترتيب أكثر أنه في الاجتماعات أنه يكون عندك كرة هذه اللي تضغط فيها هذا تدخل سلوكي كبير جداً ومهم جداً ووجدنا أنه نافع سلوكياً في السيطرة على الانفعالات والسيطرة على حركتك المفرطة فهذا مثال قد يجده البعض سخيف وتاف لكنه يصنع فرق فبالتالي إحنا خلينا نقسم التدخلات السلوكية إلى أربع مهارات كبرى طبعاً الدكتور محمد هذه تعتبر جزء مستقل للتعامل مع الـ ADHD أو هي مكملة للجانب الدوائي هي مكملة للجانب الدوائي أنا ما ودي واحد أن يسمعها ثم أن يطبقها لأنه أتوقع أنا ممكن تكون محبطة لو طبقها من دون ما يكون في تدخل الدوائي أكيد أكيد طبعاً مجدداً الكلام هنا هو كلام توعوي عام كل شخص يجب أن يكون لديه مختص يلجأ للاستشاريين والمهتم والمختصين في هذا المجال لكن بشكل عام من ناحية قلنا نقول علمية سلوكية هناك أربعة أبعاد الشخص المشخص يقدر يطورها من نفسها أولاً مهارة التخطيط ووضع الأهداف ثانياً مهارة التحفيز كيف تحفز من ذاتك لأن المشخصين يعانون غالباً من تثبيط ويأس ثالثاً مهارة إدارة التشتيت ورابعاً مهارة إدارة الوقت والجهد هذه الأربعة تحتها هي أربع مظلات كبرى بذكر لك مهارات عملية لكل مظلة أول مظلة من المظلات السلوكية خلينا نقول هي مهارة وضع الأهداف والتخطيط طبعاً هذه مهارة نحتاجها في حياتنا اليومية كلنا لكن بالأخص المشخصين بالADHD يحتاجوها أكثر فيحتاجوا أدوات تساعدهم في ذلك أولاً النموذج الأشهر لوضع الأهداف أن يكون هدفك سمارت ذكي بمعنى أن يكون خاص ما تقول أنه أنا والله أبغى أصير شخص صحي بشكل عام لا ممكن التمارين الرياضي أن أمارس التمارين الرياضي هذا هدف خاص بعد أن يكون قابل للقياس يعني أنا الآن وزني كذا خلي لازم يكون وزني أقل بخمسة كيلو جرام مثلاً هذا صار أصبح قابلاً للقياس لا تضع أهداف عشوائية أو عامة عائمة هذا بيصيبك بالإحباط واليأس كذلك أنه هدف قابل للتحقيق ما تقدر أنت تقول والله أنت الآن في سنة أولى جامعة أقول هدفي من الآن إكمال الدكتوراه هذا هدف بعيد المدى خلي لي مرحلته لكن الآن ماذا لو أنه هدفي أنه السنة هذه أحصل على معدل جامعي عالي هذا هدف قابل للتحقيق الآن وكذلك أن يكون الهدف ذو معنى عندك ما يكون أهداف فقط تقليداً للآخرين لا لا هدف يمسني أنا يعني إذا أنت تهتم مثلاً بالقراءة يكون هدفك إكمال عشرين كتاب مثلاً هدفي همسك أنت مهتم بالقراءة وكذلك يكون مربوط بوقت أنه أقدر أنا أكمل عشرين كتاب في غضون مثلاً خمسة عشر شهر مثلاً أو عشرين شهر فبالتالي كل ما قدرت تربط أهدافك بهذه السمات كل ما سهل عليك تحقيقها يعني كل الحذر من الأهداف الكبرى المرعبة الكبيرة أنك تقول والله هدف إكمال الدراسة الجامعية هذا هدف كبير جداً ماذا لو أنك جزأت إلى عناصر أصغر بدل ما تقول هدف إكمال الدراسة الجامعية تقول لا هدف أنه مثل ما قلنا أنه هدف مرحلي وهو تحقيق معدل جامعي عالي مثلاً فبالتالي جزء أهدافك الكبرى إلى أهداف صغيرة هذه مهارة وضع الأهداف مثلاً ماذا عن التخطيط في التخطيط أنا شخصياً مؤمن جداً بأدوات ومذكرات التخطيط البلانرز الكتيبات هذه اللي تقول لك في شهر مثلاً في رمضان يوم يوم ثلاثة رمضان عندي مشاركة في إشراق يوم سبعة رمضان عندي آخذ الولد للمركز الصحي مثلاً جي جي نعم نعم هناك تخطيطين هناك تخطيط يعني يتعلق بأهدافك الكبرى وهناك أمور لا الحياة اليومية بتأخذ ابنك للمركز الصحي بتروح النادي فبالتالي استخدم بلانرز أدوات التذكير وأدوات التخطيط كذلك بما أنه مشكلة النسيان مكتوبة مكتوبة كل ما قدرت تخليها مكتوبة يعني هذا شيء مهم جداً أنك ما تعلق شيء في ذاكرتك أنت ذاكرتك كشخص مشخص بالـ ADHD مثل ما قلنا ذاكرة لا يعول عليها كثيراً تحتاج الكثير من الدعم فلذلك استخدم الكتابة دون 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 لا تترك شيء معلقاً في ذهنك فقط فهذه الأمور تتعلق بمهارات التخطيط مهارة وضع الأهداف أتمنى أنه تكون الجميع يحرص عليها ويستمر فيها يعني الاستمرارية مهمة جداً أنك تحمل معاك مذكرة تكتب فيها كل شيء يعني لا تعول على الذاكرة كثيراً إذن دكتور محمد من ناحية التشتت اللي يكون طبيعي خلال هذا الاضطراب إلى حين طبعاً أنه التحكم به إنشاره وتعمل بشكل جيد كيف الشخص يقدر يدير هذا التشتت أنا أعتقد من أكثر الأمور اللي ما ندير لها بال هي بيئة العمل الموجودة المبنية الطاولة الكرسي الضوضاء الإنارة هذه أمور نغفل عنها كثيراً وهي أشد أهمية للمشخصين بالـ ADHD يعني مثلاً ينصح أنك تعمل في مكاتب مغلقة ما تكون في مكاتب مفتوحة قدر الإمكان طبعاً أو إذا عندك في المنزل مساحة للعمل ينصح أن تكون مغلقة ما تكون متاحة للجميع لأنه أنت يعني عندك تشتت عالي أصلاً فماذا لو كانت فيه ملهيات ومشتتات أخرى بزيد التشتت فبالتالي مساحة عمل مغلقة كذلك ينصح الخبراء في الكثير من جلساتهم باستخدام سماعات إلغاء الإزعاج أنت تحاول بقدر الإمكان تفلتر وترشح كل الملهيات فبالتالي هذه السماعات مثلاً مهمة كذلك عندك إحنا عندنا الآن أكثر المهددات حقيقةً في التشتيت هي الأجهزة التقنية فتقدر تحمل تطبيقات تحجب استخدامك للجوال وتقنن استخدامك للجوال مثل بامدورو هذه تقنية أنا استخدمها شخصياً كثير في إدارة وقتي ومنعاً للتشتت تحجب التطبيقات تتقفل الجوال فترة معينة فهذه إحدى الأمور المهمة جداً كذلك يعني هو تطبيق يعطيك في الواجهة يحسب لك 25 دقيقة تمام بعد 25 دقيقة يرن يعطيك 5 دقائق بريك حولو تقدر تلغيها أثناء 25 دقيقة أنا دائما سويها بس غالباً أنا ألغيه في نص 25 دقيقة تقدر لكن مجدداً نفترض هنا أنك أنت إنسان راغب في التغيير يعني تمام ولا كل شيء تقدر تخترقه يعني فبالتالي ضبط ضبط البيئة التقنية هذا شيء وضبط البيئة المبنية الانفايرمنت هذا شيء مهم جداً كذلك استخدام الأوراق اللاصقة هذه تخليك مثلاً أنا عندي مهمة الآن إكمال أني أكتب صفحة مثلاً خلاص أنا أنظر لهذه القائمة وأعرف أني عندي كتابة هذا الشيء فهذه إحدى يعني خلنا نقول الأمثلة الهامة في موضوع التشتت كذلك خلينا فيصل ما ننسى ننزل في التفاصيل الصغيرة هذه وننسى الصورة الكبرى لصحة الإنسان وهي النوم الجيد الحركة البدنية والنشاط البدني والتغذية وهذه فيه كثير من الأبحاث خاصة للمشخصين بالـ ADHD أنه يحتاجون نوم أفضل من غيرهم لأنه يأثر على انتاجيتهم يحتاجون حمية غذائية معينة خاصة تكون غنية بالبروتين وكذلك يحتاجون النشاط بدني يعني مثلاً مسألة النشاط البدني إحدى الأبحاث ذكرت أنه قبل الاجتماع لو عندك اجتماع تمام المشخصين بفرط الحركة وتشتت الانتباء ينصح لهم أنهم يخذون الدرج ولا يخذون الأسنصير قبل الاجتماع هذا النشاط البدني تخيل يؤجل أعراضك لمدة ساعة فبالتالي أنت تحضر الاجتماع خالي من الأعراض فقط أنك أنت حركت نفسك جسدياً وبدنياً ف يعني لنا جميعاً خاصة للمشخصين لا تنسى النوم الجيد لا تنسى الحمي الغذائية الجيدة وكذلك النشاط البدني طبعاً تفاصيلها كثيرة ممكن الأخصائي يرشدك باستراتيجيات أكثر فيها المظلة الثالثة للتدخلات السلوكية اللي يقدر المشخص أن يقوم فيها هي إدارة الجهد أو البعض يسميهم إدارة الوقت أنت كمشخص بالـ ADHD ساعتك البيولوجية مختلفة عن الإنسان الآخر يعني مثلاً الإنسان الآخر ساعة البيولوجية أنه ممكن في منتصف الصباح يكون في قمة نشاطه بينما نعرف الآن أنه دورة النشاط اليومية للمشخصين بالـ ADHD متأخرة أربع ساعات تقريباً بمعنى أنه نشاطهم يكون منتصف الظهيرة الشخص الآخر يكون فيه وقت النعاس والخمول فهمت قصدي؟ يعني هناك أربع ساعات متأخرة في حياة الدورة الحياتية اليومية للمشخصين بالـ ADHD فبالتالي إذا أنت عرفت الآن ساعتك البيولوجية تعرف بالضبط متى المفروض تشاهد التلفزيون ومتى المفروض لا تبدأ شغل صحيح يجب أن توفق بين المهام وبين وقتك في النهاية هناك حقائق مجبورة عليك أنت كشخص ما تقدر تتغلب عليها وتعاند مخك وتعاند تركيبتك التشريحية لا يجب أن توفق بين مهامك وبين فترة نشاطك يعني هناك ثلاثة موجات في اليوم هناك موجة يكون فيها الشخص نشط ذهنيا ولكن خامل حركيا إذا عرفت أنت هذه الموجة خلال طبعا كيف تعرف خلال مشاهدتك لنفسك وفهمك لنفسك تمام أنك تلاحظ نفسك متى تخمل متى تنشط أو بمساعدة الآخرين كذلك في هذه الفترة أنت المفروض تقوم بأنشطة تتطلب جهد ذهني عالي ولا تتطلب حركة تخطيط تخطيط وما إلى ذلك بعد هذه الموجة بتجيك موجة أخرى في اليوم وهي العكس تتطلب منك نشاط ذهني بدني عالي ونشاط ذهني منخفض هذه وقت تنادي هذه وقت الحركة وقت أنك تروح تقضم على الأهل تمام وقت أنك تتحرك وقت النادي مثلا تمام بتجيك بعدين الموجة الموجة الخاملة لا نشاط ذهني ولا نشاط بدني أنت هنا ممكن يكون وقت استرخاء قراءة قراءة الجلوس مع أبنائك مثلا في وقت هذه وقت العشاء مثلا ففهمك لهذه الحقب الثلاث في اليوم مهم جدا 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 لأنك بيخليك تجد وليومك بما يتوافق مع هذه الأوقات طبعا هذه موجودة لكل الناس لكن أهمية معرفتها للمشخص بعضية شيء جدا مرتفعة لأنه بتساعدها بشكل كبير أنه يتكيف مع الاضطراب ومعلومة أنه دورته اليومية متأخرة تقريبا أربع ساعات عن الإنسان الآخر أنا مرة قرأت أنه هذا السبب أنك إما تواصل يوم كامل وتعدي 24 ساعة تجيك موجات نشاط مثلا لأنه أنت ساعتك متعودة على هذا الوقت فشوف حتى الإنسان لما يحرم من النوم كيف أثر هذه الأوقات عليه أنه يقدر يكمل يومه نحن نلقى في ناس بعض الناس لم يجلس ساعة 6 صبح ومواصل من أمس لأن دورة جسمها متعودة على هذا النشاط يقدر يكمل يوم كامل نعم مثل ما تفضلت فيصل هذه فهم هذه الدورة دورة النوم مهمة جدا وإذا بنختم في موضوع مضلة إدارة الوقت وإدارة الجهد هو أن يعني خلينا نقول إذا الإنسان الآخر ينطلق في حياته من الصفر في إدارة الوقت والوقت المستقرق لأداء أي مهمة فالمشخصين بالضراب الـ ADHD ينطلقون بالسالب بمعنى أنه يجب أنهم يأخذوا هذا الوقت ويعطون أنفسهم وقت أكثر لأداء المهمة يعني مثلا أنت فيصل مديرك في الدوام قال لك يجب تخلص التقرير الفلاني أنت ممكن تخلصه في أربعة أيام المشخص بالـ ADHD ممكن يخلصه في ستة أيام فبالتالي دائما ضع لنفسك بفر كذا هامش يعوض الـ ADHD فلا تضغط نفسك بأوقات زمنية وجدول زمني لا يتوافق مع تركيبتك الدماغية ضع دائما هامشا في الوقت إضافي واحتياطي لتسليمها كيف يأثر هذا على علاقات العمل التسليمات على تسليمات الجام الاختبارات بالضبط هنا تجي أهمية الجدولة اللي قلنا إنه يكون عندك بلانر يعني مثلا إحدى أهم الأدوات اللي يستخدموها المشخصين المشخصين بالـ ADHD إنه يكون عنده تقويم السنة من بداية السنة يعرف إنه في سبتمبر في نص سبتمبر بيكون عنده اختبار كالكوليس ماث رياضيات تمام فمثل ما تفضلت يجب أن يأخذ الاحتياطات من البداية فكل ما قدرت أنت أنك تضع لنفسك تقويم زمني للسنة الدراسية للشهر كل ما قدرت من المبكرا جدا بتعرف وتحسب هذه الأمور طبعا الحياة لا تدار بعقلة الأصبح في النهاية بتجيك أمور طارئة وأمور أنت ما حسبت حسابها ولكن سدد وقارب وهنا يأتي دور التوعية المؤسساتية إنه مثلا المديرك في العمل يعرف أنك مشخص بالـ ADHD وهنا يأتي دور التشخيص فكلها هي سلسلة مترابطة نعم أعتقد وصولا إلى هذه المرحلة هذه الإجراءات رحلة التشخيص تفسحة يمكننا أن نفهم لأنه هي عبارة عن رحلة وليست حلا سحريا مثل ما تعرف دكتور محمد أنه كل رحلة هي معرضة للعقبات فكيف كيف الشخص يقدر يتعامل مع الفترات التي يخفق فيها أنا يمكن ذكرت لك قصة أحد الأصدقاء في بداية الحلقة يمكن من الجيد أني أذكر يشأصر معه هذا الشخص تحولت حياتها جدا وصالت جدا ملونة يعني صاحب أنشطة وصاحب اختبار وصاحب ومدري إيه وصالت حياتها يعني لما أشوف أنا حس ما عندي حياة الصراحة يعني بكل صراحة حسني ما عندي حياة أنه يسوي شيء مرة كثير لكن أيضا ألاحظة أنه أيضا يجي بعض الأيام ينسى الاختبار فيها ينسى عنده اختبار نهائي مثلا أو مثلا بعض الأحيان ألاحظ أن يروح مذاكر المادة يصير هذا مو بيومها يوم مادة ثانية فخلال هذه هذه اللحظات اللحظات اللي نسميها فترات اللي معرض فيها الإنسان للانتكاس كيف يقدر يحمي نفسه من هذه الانتكاسة أولا أولا يجب أن تكون صديقا وحليفا لإضطرابك يعني يجب أن لا تتبرأ منه يجب أن لا تخجل منه أنت ولت هكذا لديك معطيات معينة يجب أن تعمل وفقها فبالتالي لما تفهم نفسك مثل ما قلنا ويكون عندك استبصار بالاضطراب وتفهم كل اللي تكلمنا عنه هذا يجب أن ك فعلا تتعاطف مع نفسك أكثر وتعرف أن أخفاقك هذا ليس أخفاقا من كسل ولا أخفاق من جهل ولا أخفاق من تقصير لا عثرة يمكن وبالتالي تفهم أنه هذا ليس قصورا منك أنت وهذا مهم جدا في علم النفس العزو هل أنت تعز العثرة لنفسك أم للظروف الأخرى يجب هنا وفي كثير من الأحيان أن نحن كمشخصين مثلا بالـ ADHD أن نعزو تعثرنا وإخفاقنا أحيانا للاضطراب نفسه لأننا مشخصين بالاضطراب معين فبالتالي لا تعنف نفسك عليه إذا نسيت أن عندك اختبار معين إذا أخفقت في تسليم تقرير معين ومهمة فبالتالي أنا طبعا ما أقول هذا أنه يكون شماعة لا أنا أثق في أن كل شخص يحاول أن يحقق الأفضل في حياته ولكن هناك أيضا قوة مضادة ومنها الاضطراب فبالتالي لا تقصو على نفسك كن صديقا للاضطراب وأنا لست أخصائيا نفسيا ولكن أعتقد أنها هذه النصيحة الأولى التي قدمها الأخصائيا النفسية كن صديقا للاضطراب اعترف بحدوده وأن هناك قيود عليك مثل ما هناك المصاب بالسكر لديه قيود على الحمية والأغذية التي يقدر يستهلكها فبالتالي كذلك كن صديقا للضراب برضو تذكر نجاحاتك أنت أكيد عندك نجاحات أخرى كل شخص لدينا والله الحمد لديه معارك يخسر فيها نعم ولكن هناك معارك أخرى ينتصر فيها فأنت كمشخص بالA.D.H.D تذكر نجاحاتك تذكر هذه النجاحات وقصص النجاح التي أنت جاهدت فيها وحققتها بل حتى ممكن نقص نجاح لآخرين أنت أعتقد أبسط بحث على جوجل أو أي منصة علماء مشخصين بالA.D.H.D أو فنانين أو زفين أي مجال أي مجال تحبه نج منه صح على قولتهم تلقي فيه ثلاثة أربعة فيهم A.D.H.D بل أشخاص ممكن درسوك في الجامعة فهو ليس اضطرابا معيقا للحياة بقدر ما أنه يتطلب تأقل معين ورحلة علاجية معينة جميل أتفق معك وفي لحظات الخمول ولحظات اليأس والإحباط وهذه لحظات للأسف تتكرر عند المشخصين بسبب الكلام الذي سبق شرحه من الاستراتيجيات الجيدة أن تتخيل شخصيتك المستقبلية تتخيل مآلات الأمور لو اشتهدت أكثر وعملت أكثر قدر استطاعتك النجاحات التي تنتظرك تخيلها هذه بتساعدك في تحفيز نفسك أكثر أنه يس أنا الآن أتعب في المذاكرة أضعاف أقراني لأنه عندي تحدي في الفص الجبهي الأمامي ولكن تعبي هذا سيتوج بتخرج تخرج رائع تحضره الوالدة يحضر الوالد حقيقة أنا أنا شخصيا يعني ما نجحت أعتقد أكاديميا إلا فضل الله سبحانه وتعالى أولا ومن ثم كنت دائما في لحظات الإحباط واليأس والتعب أتذكر مآلات الأمور أتذكر لحظات التخرج أتذكر كيف أنه أهلي بيكون الفخورين فيني فبالتالي هذه يعني للجميع حقيقة لكن بالأخص للمشخصين نعم أنت مثل ما قلنا صديق الضرابك تعرف أن لديك قيود وتحديات اعترف فيها اشتغل على نقاط قوتك وليس على نقاط ضعفك وتخيل المآلات تخيل نجاحاتك المستقبلية بإذن الله الله يعطيك العافية دكتور محمد وإن شاء الله أنه هذه الحلقة في هذا الشهر اللي يعتبره شهر عالمي للتوعية بإضطراب الـ HD أنه يكون بداية للوصول إلى معرفة هي بداية الحل والتشخيص دائما أولا فشكرا لك شكرا للوقت الكبير اللي بذلت في عملية البحث العلمي وعملية الإعداد العلمي لهذه المادة للناحية السلوكية وبلا شك أنه نشكر كذلك جمعية إشراق ونشكر المستمعين طبعا بلا شك أنه الخطوة الأولى في التعامل مع الـ HD هي الحصول على التشخيص إذا شعرتم أنكم تعانون من هذا الاضطراب أو أحد قريب منكم فبلا شك أن هذه الحلقة مفيدة ولكن التشخيص دائما أولا شكرا لكم وأرجو أنها كانت حلقة مفيدة شكرا لك فيصل وشكرا جميع إشراك لعافيك